بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته موضوع حوارنا هذا اليوم ما هو حديث الثقلين وماذا يعني وهل هو متواتر وهل هو صحيح وماذا يفيدنا هذه الأيام سألني الأخ ثائر العبادي ما قولك بقول الرسول الكريم التمسك بالقرآن والأترة وأنهما لن يفترقا حتى يردى عليه الحوض طبعا هذا ليس نص الحديث إنما هذا ما ذكره الأخ ثائر العبادي والحديث عن هذا الموضوع كان يحتل أهمية في القرن الأول أو القرون الأولى من التاريخ الإسلامي عندما كان هناك صراع بين الأمويين والأباسيين والعلويين الأمويون وعلى رأسهم معاوية ابن أبي سفيان كان يقول بأن السلطة من حق قريش الخلافة في قريش كان يروى عن النبي هذا الحديث وباعتباره أنه هو من قريش رغم أنه كان من الطلقاء الذين عفى عنهم الرسول في يوم فتح مكة كان يقول أنا من قريش وأذن الخلافة في قريش فأنا أصبح خليفة والأمويون يحق لهم أو هم أحق من غيرهم بالخلافة وكان يطرد بقية العرب العرب ليس لهم دور في الخلافة ولا حق في الخلافة القابائل العربية الأخرى فضلا عن بقية المسلمين يعني كان يحصر حق السلطة والخلافة وتوريثها إلى الأبناء في بني أمية أو في قريش بصورة نعمة وقد قال أبو بكر في السقيفة للأنصار بأن العرب لا يطيعونكم أنتم يا أنصار إنما يطيعون قريشا وقال الخلافة في قريش ولكنه لم يروي هذا الحديث عن الرسول الأكرم لم يقل أن الرسول أفوا أن الرسول قد حصر الخلافة في قريش لأن أساسا الإسلام القرآن الكريم والسنة النبوية لا يتحدثان عن موضوع الحكم والخلافة والدستور هناك مبادئ في القرآن مبدأ العدل مبدأ الشورى مبدأ الإحسان ولكن لا يوجد تفاصيل في القرآن الكريم عن من يحكم وكيف يحكم ومتى يحكم وإلى أي فترة يحكم وما إلا ذلك من تفاصيل ما يطلق عليه الآن بالدستور الدستور هو الذي ينظم القوانين العامة وينظم الحياة السياسية في القرآن لا يوجد حديث عن الحياة السياسية وتفاصيلها وطرق مثلا وصول الحاكم إلى السلطة هذه قضايا نشأ الخلاف فيها بعد ذلك أول يوم نشأ الخلاف في السقيفة في الساعات الأولى من وفاة الرسول وبعد لم يدفن الأنصار قالوا نحن أحق بالسلطة والخلافة والأمارة يعني كان الأنصار كانوا يفكرون بأن الحكم لأنفسهم على أنفسهم لم يكنوا يفكرون بإمبراطورية عربية إسلامية عامة تحكم كل جزيرة هم كانوا يريدون أن يحكموا أنفسهم المهاجرون تدخلوا وقالوا لا الحكم يجب أن يكون لنا ونحن نريد أن يعني نوسع الحكم والخلافة إلى كل الجزيرة العربية فاحتجوا على الأنصار بأن العرب لا يقبلونكم أنتم أضعف منا ونحن نستطيع أن نفرض سلطتنا على العرب وأصبح أبو بكر خليفة ثم عمر ثم عثمان ثم الإمام علي ثم جاء معاوي بعد ذلك بعد الإمام الحسن بعدما تنازل الإمام الحسن له عن الخلافة وبدأ أن يروي هذا الحديث أن النبي قال الخلافة في قريش فأنا من قريش بإذن أنا يحك لي أن أكون خليفة العلويون والهاشميون بصورة عامة ردوا على الأمويين قالوا لا نحن أهل البيت ونحن أترة الرسول ونحن أحق بالخلافة من الأمويين فيذكر التاريخ عندما صعد أبو العباس السفاح الذي أصبح أول خليفة عباسي بويع له بالكوفة في 12 ربيع الأول سنة 132 ألقى خطبة ووصف فيها بين العباس بأنهم حماة الإسلام وأهله وكهفه وحصنه والقوام به والذابين عنه والناصرين له ثم أشار إلى قرابة العباسيين من الرسول وأن الله خصهم برحم رسول الله وقرابته ثم تلا عدة آيات قرآنية في هذا المعنى إنما يريد الله ليذب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة وأنذر عشيرتك الأقربين ما أفأ الله على رسوله من أهل القرى فلله ولرسوله ولذي القربة واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله يخمسه ولرسول ولذي القربة ثم انتقد رأي السبائية الذين كانوا يميلون إلى رأي الكيسانية ويحصرون الحك في العلويين الحكم في العلويين الكيسانية كانوا يتبعون محمد بن الحنفية ابن إمام علي بن أبي طالب فقال وزعمت السبائية الظلال أن غيرنا أحقوا بالرئاسة والخلافة مننا فشاهد وجوههم كان يقصد الكيسانية وأشار داود بن علي عم الخليفة أبي العباس في خطمة البايع لابن أخيه نفس الوقت يعني إلى منبع الشرعية الجديد للدولة العباسية أنه طبعا ديك الأيام لم تكن هناك نظريات ديمقراطية وأن الحاكم يستمد شرعيته من الأمة ومن باعة الأمة ويرضاها عنه لا هو استولى على السلطة بالقوة وشرعيته من أين الشرعية السياسية الدستورية بالمعنى الحديث من الوراثة من العباس وقال أن المسلمين قد أصبحوا ذمة الله ورسوله والعباس أن المسلمين قد أصبحوا ذمة الله ورسوله والعباس يعني العباس هو كان أحق بالسلطة كما كان يقول يعني العباسيون ويستدلون على ذلك بأنهم من قرابة الرسول وقال داود بن علي يوم أبوه يعلي أبي العباس يا أهل الكوفة لم يقم فيكم إمام بعد رسول الله إلا علي بن أبي طالب وهذا القائم فيكم يعني أبي العباس السفاح وبعدين اجا يعني حفيد أو ابن المنصور الخليفة المهدي محمد بن أبي جعفر المنصور فطور هذه النظرية وحذف الإمام علي وقال إحنا شرعيتنا تأتي من العباس العباس هو أحق بوراثة النبي من ابن عمه باعتبار العباس عم النبي ونحن أولاد عم النبي فنحن أحق بالخلافة من أولاد علي بن أبي طالب وهذا فيه تفصيل كثير أنا ذكرته في كتابي تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى أولاد الفقه وأيضا تحدثت عنه في كتاب آخر هو التشيع السياسي والتشيع الديني يعني وتتركت إلى هذا الحديث طبعا هذه آيات القرآنية عرضنا عليكم ومنها أو إضافة إليها هو الحديث المعروف أني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعي ثلتي طبعا فيه صياغ عديدة في إضافات عديدة في نسخ عديدة لهذا الحديث أنه أني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي أو كتاب الله وأهل بيتي أو وأنهما لن يفترقا حتى يردى علي الحاوض هذا أيضا إضافة أخرى الآن نحاول أن نفهم هذا الحديث مدى صحة هذا الحديث وماذا كان يعني ومدى هل هو متواتر وماذا كان يلعب من في الصراع بين العوائل المختلفة العباسية والعلوية والفاطمية وغيرها من العوائل التي كل عائلة كانت تدعي أنها من سلالة النبي على تتخطر النبي ترجمة نانسي قنقر